طبعا اليوم الجزائريون سعداء كثير لأننا حسمنا النزاعة في خيار الحل بين الشرعية الدستورية والمرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي وما كان يثار من جدل كل هذا الجدل حسم لصالح الشرعية الدستورية والتي يجب أن تكون هي خائطة الطريق الحقيقي التي تجمع كل الجزائر التي يلتف كل جزائريون حولها ويجسد آراءهم من خلالها أولا ثانيا لقد اشتاق الجزائريون لأن يروا رئيسهم ويسمعوه لفترة من الزمن أعتقد أننا الآن بقطع النظر عن كل اعتبار الآن الجزائريون سعداء لأنهم رأوا رئيسا وخاطبهم بلغة شعبية بسيطة مفهومة ناجحة موفقة إلى حد بعيد عندما يقول الرئيس بأن رئيس من انتخب ورئيس من انتخب غيري ورئيس من لم ينتخب هذا هو الخطاب المطمئن الذي يجب أن يسود الخطاب الذي يكرس الحرية الخطاب الذي يطمئن الجزائريين ويشعرهم بأنهم جميعا مهما اختلفت آراءهم ومشاربهم فهم في بلدهم هم في الجزائر لا أحد غريب عن الجزائر مهما اختلفنا فبالنهاية الرئيس الذي انتخب اليوم هو رئيس شرعي يمثل السيادة الجزائرية وممثل للشعب الجزائري لمن انتخبه ولمن لم ينتخبه فالديمقراطية قبل أن تكون ممارسة هي قبل ذلك ثقافة وقناعة الآن انتخبنا رئيسا الذي عرضه أو الذي رفض الانتخاب والذي انتخب غير الرئيس جميعنا لنا رئيس واحد